السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من رحبا فيكم في مدينتنا من ستي سكايلين اخر مرة سوينا منطقة هاي وضفتنا منطقة سكنية بسيطة على اساس يزيد عدد السكان على كل نقن احنا كميزانيات وكمادة امورنا طيبة جدا جدا حتى هاي اللي نقدر نزيدها على فكرة لينهدعش ما غير ما يزعلون لينهدعش ما غير ما يزعلون لينهدعش لا ثنعش وايد لينهدعش ما غير ما يزعلون المناطق هذي والتجارات الثانية دخلنا الاف الالاف بشكل متقطع لكن هاي الفلوس عنا قاعد زيد الحين المنطقة اللي محتاجينها نحن منطقة اه جميلة جدا الي هي منطقة حق المشافة فقط يعني هاي المنطقة لا يدخلها الا منه المشافة ممنوع دخول السيارات هذي اهي انا ما استعملتها المنطقة قبل بيكون في تحديات اتصور بسيطة بخصوص هذا الشيء ولكن اتصور بتكون جميلة اذا ما فيها شو بيكون فيها شو بايسكن لاينز وشو اسمه ولا اله الله خط السياكل وهي الامور نزيل الحين اذا تروحون على المنطقة هاي بتحسرون اشياء حق المشافة مول سيرفوس ستيشن حلو السيرفوس ستيشن اها شو يسمي يسوي يوزع البضايع والقمامة وهالاشياء والاخره الاخره 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 نزيل طبعا راح نخلي طبعا هذا من تحطونا بيفتح لنا مجموعة اشياء يلا بسم الله حطينا هذا هذا شو فتح لنا اسمول استاندالون شارع مشاه شوفوا يمتد من الشارع الرئيسية تم لاحظين هالشي شوفوا مجموعة شوارع طبعا نحن شنبه في مكان حق بساط تدخل فقط ومشاه وفي عندنا اللي هي هذي دارتوستاندالون كهذا كبير وعندنا الخط الخطوط الاكبر وايد طبعا نحن ما نبقى الخطوط الكبير المنطقة اصرنا صغيرة فبناخذ الخط الصغير اللي في مكان بساط بدون وجود اي شيء ثان حتى ما بنسوي البساط تعرفون شو بنسوي الخطوط الجانبية لحظة صبر خلنا اللحظة هذا لازم يكون ممدود في الشارع دقيقة طريقة هاي ممدود في الشارع اوكي هاي الشارع اللي بيسل لخدماتها مكتر الشيء الثاني الحلو ان احنا نقدر نبني على الشوارع هاي من جموعة خدماتها مزين انا محتاج اكون شوي عارف بالضبط شو انا المنتيشن والاشياء اللي انا محدد فيها مع مع المشاة بس اتصور ما بتكون ما بيكون في شيء مستحيل لكن بيكون في تحدي شوي ان نسوي الرنج متحقق المكان لان المكان صغير بس هذا افضل شيء للمكان التجريب ان يكون صغير ما يكون مكان ضخب جدا اوكي هذا كله لشو للمشاة هني اتصور نقدر نحط بيوت بعد وات نقدر نحط بيوت واو بنحط هني محلات تجارية صغيرة بنقعد انطالع المنطقة هاي كيف تطلع يعني ترا الحين في النهاية المنطقة هاي تحتاج خدمات نفسها نفس وغيرها تراه بس هم كيف يصورون الخدمات ممكن عن طريق هذي البضايع ممكن عن طريق الاشياء الثانية اللي موجودة نحن الحين هدفنا مش نلعقد الامور كارغو تركس هذي ما فهم من علام كله كارغو سيربوس بس لا اكثر ولا اقل يعني موضوع بسيط جدا هانا باتشوف المكان كيف يستويه هالمدة الصوب الثاني كامل مشاه خلنا بدأ نرتب المكان بما انه مكان مشاه منزين ما راح يكون فيه نفس الام ممكن نسويه بالشير هذا وفي عندي انواع وايدة يعني صراحة بس انا احس بالشير هذا مثالي بيكون خلنا نتني الخطوط بالطريقة هاي وشير هذا الشبه مثالي بالطريقة هاي هذي حق المشاه نفسهم زين هل هذي تتوصل بخطوط مشاه يعني هل حد يقدر يمشي عليها المفروض اي وصح بس هل اوصلها السؤال الصحيح هل اوصلها بهذا لا ما اتصور اتصوري انا بيبصلها بشارع نفس هذا ايوا عسس الناس تقدر شو تمشي وهذا نسوي له زين يا الله نسوي له ونسوي له ونخليه نفس ال ارتفاع قدر الامكان ونسوي له ونرجعه على الوضع الصحيح زين بالطريقة هاي من هالصوب بعد نسحبه للشارع عساس الناس تقدر تروح الاقل نبدأ نشوف الناس هل هي بتروح مفروض ان هاد استعمل الشارع الشارع جميل جدا عرفتو؟ ممكن نمد لشارع ثاني من الزاوية هذي الزاوية تقريبا غير مستعملة يعني فعليا اه اوكي ما يستوي عليه بالضبط لكن ممكن نسويه بالطريقة هاي بعد انمدها هني واذا نزل لا ما نزل استوى من نفس المستوى ونمد هذا الشارع من هنا استوى عندهم نفس لفات في المكان على اساس يقدرون يلفون الحين شو السالف الضباب استوى مرة واحدة الحين هني هم ممنوعين من استعمال اشياء ثانية فشو بنسوي ما نبى الباصلين نبى المترو ستيشن يكون من ضمن الخدمات اللي موفرها حقا في المكان هذا مثلا هذه العمارة وايد كبيرة كمترو ستيشن نبى شي شكلة حلو مش ضخم يعني مترو تي كيو تكون تي بطريقة هاي يعني شي ما ياخذ مساحة ضخمة ولكن ما ياخذ مساحة ضخمة وان متروهابس اوكي بس مترو ما نبى بس مترو ما في شي صغير إنه هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا حيذا تي بنا نرجع للخط القديم اللي هو واحد ولا لا تعرفون شو بنرجع خلينا نروح الى المباني اللي هني نشر تلين ستيشن مترو ستيشن سنكن بلاتفورم السيستم اللي تحيدون لسنكن صح كنا فترة نستعمله وايد سنكن بالطريقة هاي والله اكبر من احتياجه ولكن شكليا راح ينجح معي ونزل الخط هذا طريقة هاي هذا راح يروح خط واحد بس هذا راح يروح من هني لين الستي سنتر ويرجع فخط هاي شغلة الناس اللي ساكنه هني عساس تنقلهم يكون اا منطقي وسهل هي الفكرة يعني من جدام بنحطي محلات يعني في نهاية اليوم هذا مكان الراحة يعني من زين الناس ما فيها سيارات ما فيها شي ما فيها ما في عندهم عمار راس ولازم نسوي اشياء حق المشا بشكل خاص من زين واشياء المشا تأتي على اشكال كثيرة عندنا نحن على ما اذكر نسير الحدائق الروح ااااااااا هاذا مكان اسمه الروف قاردن بلازا هذا المكان اللي هم بيدخل عليه هم في المدينة بالطريقة ينقدر حبه وراء مايز في حبه وراء خط المشا هادا بكسر خلاص بسوي خط ثاني شوفوا هذا مدخل المدينة ومدخل مشا فعليا يعني على اساس الناس التي تزور المكان. نتكون لها خاطر تزور المكان. اما الشارع الخارجي هذا والمكان الخارجي ممكن ان نوفر له مجموعة اشياء. مثلا. هذا ممشى بحر صح? هذا شو? هذا سمول ستيتوس بلازا. هذا ممكن يكون في الوسط اهني. حلو! ونحطي له بلازا آآ اله اآ الآ الآآ الاس كريم ونحطي صوب الثاني الى بلازا مال شو? الفويت توكز. بعدين انحطي ستيتوس بلازا. هني لا. ما نقدر نمد الشارع هذا بشارع مشاه. بعد شجري بالطريقة هادي ونسكر البقعة بالطريقة هادي ونحطي لهم اللي هو يا أصدقائي وينسار الاشياء اللي ذو التجاهين عرفتهم مش آيس كريم لا لارج فوت هنا ونحطي لارج آيس كريم يعني باختصار اذا هالمنطقة توفر فخامة عالية لهم بس هذا اختصار الموضوع انه في فخامة عالية بالنسبة للساكنين هنا فمعرض يكونوا مستنسين هذا شو شكله هذا شكله غير حلو لحظة يو الله محلا سوف فنان ببدله ببدله الحين تبدل الحين تبدل قمة الروعة شو تقولون فوق الروعة. ما قدر اقاوم ابدا هذا الشي. نزيل. ونزلنا خط من عقب المترو ستيشن. نحطيه بالطريقة هاي. نزيل شو بنحطي فيه? شوية دكاكين وراه. ولو قلك لا. لان هنا بيستي بيوت. بنحطي دكاكين هنا وهني. وهني وهني دكاكين. مكان تجاري رخم واحد وراه. بيكون بيوت. بالطريقة هذي. هاي منطقة يعني ما فيها سيارات. ما عرف كيفة تمشي. مثيرة الاهتمام ولكن خلنا نشوف. من زين. الحين خطوط المشاة اللي راح تمد. خطوط المشاة. آآ يعني راح توفر لنا مجموعة اشياء منها. الدخول ولا الاكسس للاماكن هاي. بشكل اساسي يعني. هذا انوصر اهني وهذا انوصر اهني لشوي بالارض هاي. وخلص انتهى الموضوع. ونبع شوي فراغات وهذا بنوصره في وين? هذا التوصيل اتا اوكي. خلص خلوه بالطريقة هاي. معنا كله خطوط مشاة بس آآ 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 نزيل. الحين نرجي على البلازز. البلازز شو فيها؟ هاي ما السكان شوفونها؟ فلور بلازز. فلور بلازز ممكن تكون. عافوا. نزيل? بالطريقة هاي هني. والله جميلة. اشياء المشاوة وايد حلوة. ما توقع تم بالطريقة هاي. هذا خمسة تركت فيه. بس اظن هي. آآ سيارة الشرطة تمشي. فنون. يعني هذا اذا يهني في حد يروح يرد فيه والله. الناس رايح ارد عبارة عالمنطقة شوفوا. مش شارت شرطتين شو الوسط عادي. فنون. يخلف القانون. بقواين ممنوعين يدخلون. شوفوا يرجعون دور يروحون ممنوعيون. عجيب والله في اشياء عجيبة في عندنا؟. بنا يا سيتيسكايلان والله كل يوم يتلعو لكم. اظن هذا كان من الناس يسوينا. والجماعة هنيئة وما يقصرون يأخذون الأفكار ويتوقون هنزل الحين إذا نكمل ممر المشاموة لنا طريقة هاي أكاديما كير خلص طبعا جمعة قاعدة تتطور يوم عن يوم حق القادم والقادم أفضل إن شاء الله يعني فبتوفون الأفضل الأفضل أنزل هذي كان في ورش فلازم نحطي شوي على البحار في الزوايا هذي هني ما بيكون في زوم عالي فشو بيكون فما بقعد أتعب حتى في الكراسي وبعض الأشياء يعرفتو سنقدر نحط هني هذا حق كسر اللون نحط هني حق كسر اللون أشياء تكسر اللون بشكل جميل ونحطي لهم في بعض الأمواكن عند البراغولات على أساس أنه يدخلون وهي الموت تتحرك يعني هاي فعادي يعني ففي عند كليلسة تقريبا وهي لازم نستعمل الأحلى الشياء رأينا بشكل متنثر بسيط ما أبا كمية أبا شي يكسر رضم الألوان اللي موجود في المكان فيخلق لي الجو الرائع بس مش محتاي أني أقعد عقد المواضيع ويد لكن من الأفضل إذا قدرت أني أخلق مكان مليء بالألوان مفعم بالحيوية يونس الناس اللي ساكنه في المكان هذا بالطريقة هاي جاسرة فيه نسبة رضاء جيدة عن المكان ما أحس محتاج يكون ويد معقد لكن فيه ويد خدمات بالنسبة للمكان اللي ساكنين فيه وتلفيله كيف الحين السؤال اللي أنا ما سألت نفسي قبل لا تبدأ يعني مثلا كيف ألو الشيء نفس هذا عرفتو تلفيل الشيء نفس هذا مو أظن بيكون بالشيء السهل هل المكان يعتبر حديقة صح بس كيف يعتبر حديقة إذا ناس ساكنة فيه أنا هذا اللي ما فهمته فمعرف هاي اظن 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 عادي يعني كارغو لازم نوصل يعني بس حق فلوس اظن يطلع عنا اتصور فلوس نظريا هل يتطلع اصلا فلوس مينتنس الفين وشي هابين السعادي ان لوكينج على التراكس لازم يكون عنا اشياء وايد فتح لنا الفلاور بلازا سلو درايفينج عشرين هذا ادفع لي فلوس ما يحتاج اقدر امنع السكر اقدر احطي موسيقى في الشوارع مش غلط عبدا فبالتالي شو قاعد يتطورون نحن حطي لهم مكان مكان موالهم قوي صراحة مش تعبون بس يبالنا اظني شوية اعلى نحطي لنا بلازة اخيرة ولا شيء اخير ممكن يرفع المستوى موالهم لكن ما احس يعني هاي البيوت هاي الناس اللي فيها تمشي فقط تمشي بس هذا اصلا مكان هل هل المكان نباله تغير هل مكان دائما وابدا من العوز لني دائما وابدا فشو بسوي خلنا هل مكان نغير استراتيجياته صراحة المولوياته خلاني بشارع هذا نسوي الابغريد ونستعمل الرو تول اللي هني ونستعمل الرو تول اللي هني على اساس نسوي بايباس يبدأ يمشي الشارع اللي بيدخل لازم يلف كاملة على اساس ما يسوي زحم حق الجماعة بالطريقة هاي بتمشي ولا الدوار هذا ما بيمشي بطريقة ثانية صراحة ايوه امشي 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 خلص يا زحم والله كل الشارع لازم نكون على الدوار بالطريقة هاي انا اقص منها وهذا اردي نفس الطريقة هذا اردي نفس الطريقة فخلونا شو نسوي هذا يون من بعيد لازم يفكرون في الموضوع الزين وهذا نفس الطريقة وهذا نفس الطريقة هاي لازم ييلف من بدري بعدين يروح لازم ييلف من بدري بعدين يروح بالطريقة هاي ما في يعني مجال ثاني عساس الجماعة شو يمشي حالهم ما عرف اذا يقدر ينف ونصب الثاني احي هاي مشكلة ثانية اخاف وهك تمن كلهم او يشوف لهم درب ثاني لان هالمكان فوق الزحم ورايح المطار وما فينا على عبار راس هذا شو مشكلة الحين هاي كارغو ترافك او هذا في لها لمات فلازم احطي كارغو ثاني سمول كارغو سيرفز بوينت يعني لو احط سيرفز بوينت هني شو بيسوي هذا هذا عند سبع شاحنات هذا كوصل حد ما يقدر يسوي سيرفز لازم نحط اللي عقبة هذا بقى نفس الشي سيرفز بوينت فهذا مفرود يبدأ يطلع تراكس شوفوا معنا المنطقة عمدنا حية في قمة روح المنطقة يعني اذا انت وصلت حدك وهذا بدأ يشتغل ايوه عادي ويوزعونا غراض السيارات تدخل والله المكان مش غلط يا جمعة اللي تمشي تعال خلنا الحك شوف البقعة كيف خل نمشي ورا شوي سريع والله البقعة مش سيئة جميلة يعني يشيبها محل ياباني فاتح موذر شوف فاتح اوو الحديقه حلوة شوف هنا في ناس داخل شو بعن اوو دش البيت خوم فينا منطقة يعني مش سيئة صراحة حلوة فيها ناس المفروض هل الناس تقعد تستفيد يا سلام لا حلوة 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 بقعة بس يبقى لي حاجز بسيط بين الشارع كحاجز حماية يعني وهني ما في سياج لكن ممكن نستعمل مش الستي بارك والله يمكن بارك فنس احسن شي حسن ما يبين ان الجماعة في عزب عايشين يعني والطريقة هاي والطريقة هذه هنكون مددنا شوفوا ايوة هسا تكونوا شوي معزولين وبني بشير الحبيب مولنا الاولي مش الطويل لا هذا الطويل هذا مام مش اوكي نبا هذا بنحطي بطريقة مرتبة على جوانب هاي 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 الشارع انا بالقال حال يعني اصلا تي بارجع لعقب على اغلب يكون رايح راد هاي ويلين وبدأ خلهم على الدوار بسلوب مختلف كل الشوارع او بحاول انزل تقاطعات بس بديت انا وقف انزل مدات عساس ما تخترب علي اللعبة يمكن هاي سلسلة تستمر لستي سكاي لين 2 ولكن لذاك الوقت الله كريم خلنا نشوف نزيل نشوف حاجز من هناك وحاجز من هني مدارس مو عندهم اشياء مو عندهم يبون اي شي يسوي لكن كم عدد الناس اللي عايش هني اقدر اعرف سكوير ستم واحد وخمسين كم مرشل اقدر احطي مكان واحد اتشوف كيف يسوي شكلهم هل راح يتغير شكلهم ولا يتم عادي نفس اصدقائنا اللي هناك لحظة هاي ليش شي ها بنحطي مكتب واحد هني وبنحطي لنا مكتب هني طريقة يمين ويسر بنحطي كلهم مش يروحون يعني مش المكان الضخم فعادي يعني بس طريقة الكنترست اللي يعطيها الفايب ما الشوارع ما يعطي اي ما يعطي اي جزء ثاني من مدينة فحسي حسيت شوي بحماس ديميليو مني شفته في صراحة الحين هاي العطيناهم شوي مساحة اكبر من الاراضي يبنون عليها ان شاء الله يقدم يفهموا شو السور فان زين الحين هاشو ما احس ابا يطور لعمارة فخلها اشترك البلدنك خلها يطور بدون ما يتغير شكله هذا ما بنى مزين هذا معناه زاد عندنا كوميرش السكوير زبعاد ويحسب لنا بالسكوير لسبب من الاسباب عندي الـ 412 33 من مالي وعندي 1 3 ترك س بير ويك بالطريقة هذه هذا يعني ان المكان على بشك نمو نوعا ما يعني شوفوا هذا تطور بدون ما يكون اذا شليت الهستركل مفروض شكله يتغير عرفتو وان اوفر اتجيكيتد وركر عندنا وايد متعلمين شكله بزيادة فبوقف هني المدارس بعد هاشو ما فهمنا ما فهمنا ذاك يعني يوظف اوفر متعلمين بعد هاشو كلا هاي ليش تبقى خمسة هاي لإدكيتد انترستنج هاي شابون هالعداد وهذا ما اخذ كلهم المتعلمين تعليم معالي كلا ما اخذنهم شوفوا هذا جميل والله شوفوا هاي شوفوا حسبت موسيد والله والله في اشياء جميلة بس هالمترمون اصلا ايه مية تنفر شو هل هاي منهم فايدة يعني يعني عساسا نختم الفيديو هذا انا ما بقى امتد وياهم لان هني هني يمكن اسويها حديقة مشابعة حديقة كاملة حق الناس تتمشي بس ما بقى اطولها وايد في الزحم هني وهذا يمكن يتعرض لتغير جذري فعليا في حيث تركيبة الشارع يمكن هذي تحول الى دوار وسوي درب طالع ودرب داخل بنشوف كيف بتشوفونا في الفيديو القادم من نسبة لهاي الحلقة كانت على منطقة المشاء شي بسيط خفيف ونشوفكم في فيديو قادم الخير والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة